أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية وشدد على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة وفي تصريحات له قال رئيس سيسي أن مصر تكثف الاتصالات على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية للمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أضف الرئيس أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وفي هذا الإطار أعرب الرئيس عبد الفتاح سيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية وشدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى وشدد رئيس سيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليتها الأولى وقال إنه لا تفريط ولا تهامن في أمن مصر القومي تحت أي ظرف وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد موسيقى